بسم الله الرحمن الرحيم مرحومة وتفرقنا من بعده تفرق المعصومة ولا يجعل منا ولا فينا الشقي ولا محرومة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغني وإياكم هذا الشهر الكريم وأن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام ويجعلنا من عتقائه أو من عتقائه الله سبحانه وتعالى عتقائه من النار شهر رمضان أقبع علينا يعني بعد يومين ثلاثة يبدأ هذا الشهر الفضيل ولا بد للمسلمين أن يعلم بعض القضايا الفقهية التي تتعلق بالصيام وبشهر رمضان في قضايا ممكن يعلمها الجميع وكثير من الناس يعلمها لكن في بعض القضايا المسلمين الصغار اللي يكبروا وكذا إلى خير ممكن يكون تغيب عليهم بعض القضايا الفقهية فرأيت أن أوضحها في هذا الفيديو القصير أول شيء أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا من في كتاب الله عز وجل الأمر الثاني أنه رمضان شهر مدرسة مدرسة تربوية يخرج منها الإنسان بعدة فوائد المجال لا يسعني لذكر هذه الفوائد وذكرتها في خطب الجمعة لكن الآن أنا أريد أن أركز على قضية الفقه في هذا الشهر العظيم أولا نتحدث عن من يجب الصيام أركان الصيام سنن وأداب الصيام قائل المفطرات أو قاعدة المفطرات مباحات الصيام مبطلات الصيام أصحاب الرخص وقضاء رمضان فأعيروني الأسماعة والقلوب حياكم الله لكي نستفيد أنا أتذكر وأذكر واللي بيعرف يتذكر واللي بيعرف يتعلم على من يجب الصيام الصيام يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح الخالي من الموانع المقيم هذه يعني المسلم البالغ العاقل الصحيح الخالي من الموانع المقيم المسلم هو شرط صحة وقبول لرمضان عند جمهور الفقهاء بالغ أن يكون بلغ سن البلوغ أما إذا صام قبل فهذا للتعويد وهذه قضية أخرى أما يجب عليه بعد أن يبلغ خلص العاقل فالصيام لا يجب على مجنون واحد مجنون ما تقوله والله صوم مشعاره هو أصلا الصوم من الأفطار فكيف يجب عليه العاقل الإنسان العاقل الصحيح يعني ما يكونش مريض مرضا مزمنا ما يكونش هرم يعني في السن لدرجة أنه ضعيف لدرجة أنه لا يقدر على الصيام هذا من باب الصحة صحيح جسديا ولا صحيح من ناحية المرض الخالي من الموانع يعني أنه لا تكونش مرأة مثلا عندها حيض أو النفاس أو الحامل والمرضع التي تخاف على نفسها أو على الولد فهذه حتى هي هذه من الموانع يعني الخوف الخوف من على الولد وعلى نفسها حتى الرضاة أثناء الحمل المقيم الإنسان الذي هو مقيم يعني لا يجبه في حق المسافر وإن كان الذي يستطيع أثناء الصفر أن يصوم الأولى له وأن تصوموا خير لكم أما بالنسبة له هذه بالنسبة للذي يجب عليه الصيام أما الأركان أركان الصيام هي النية والنية والإمساك النية وهي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال والنيات وإنما لكل مريء فهي شرط لجميع الأعمال لعبادات لهذا الحديث الذي ذكرته والنية محلها القلب يعني أنت الإنسان لما يقصد شيء يقصد فعل شيء امتثالا لأمر الله عز وجل فهذه هي النية أنت اليوم غدا في خاطرك وفي ذهنك غدا أنك أنت صايم خلص هذه هي نيتك الناس تترقب رمضان وتستنى رمضان إلى آخره وغدوة قال مرة ظنم يبدأ هذه هي نية الإنسان وهي تجيب قبل الفجر يعني قبل طلوع الفجر لا بد أن تكون عند الإنسان نية عقدة النية على الصيام وهي في كل ليلة عند جمهور الفقهاء الحنابلة والشافعية إلا المالكية فمالكية وبعض من الفقهاء يقول أنه تكفي نية واحدة لشهر رمضان يعني أنت داخل على رمضان ناوي تصوم شهر رمضان كله فهذه تكفيك عند المالكية أما بالجمهور الفقهاء لا كل ليلة تنوي لها الصيام من الغد هذا الركن الأول في الصيام ولا بد منه أما الركن الثاني هو الإمساك يعني الإنسان أن يمسك عن المفطرات جميع ما يفطر وسوف أتكلم عن المفطرات جميع ما يفطر يمسك عنه الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا لقول الله سبحانه وتعالى قلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم الصيام إلى الليل هذا الركنال لا بد منهما والمفطرات هي الأكل والشرب والجمع أي ثلاث التي يفسد بها الصيام بالنسبة لسنن الصيام سنن الصيام هي أنك أولاً وقبل كل شيء أن تستقبل هذا الشهر الكريم بيتوبة صادقة لله تعالى صادقة خالصة لله عز وجل وكانت الخطب البارح عن هذا الموضوع بالذات يعني من السنن هو أنك هو تعظيم الفرائض في هذا الشهر تعظيم الفرائض لهذا الشهر لإشارة في هذا الشهر لأن الفرض في غير رمضان يزداد يعني أجراً وتعظيماً ولابد أن يجتهد الإنسان فيه والعكس صحيح أن المحرمات في شهر رمضان تزداد حرمة فلابد أن يبتعد عنها لحرمة الشهر الأول تعظيم الفرائض لشرف هذا الشهر الكريم والثانية أنه لابتعاد عن المحرمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيئين فانتهوا لينتهي الإنسان وخاصة لحرمة هذا الشهر فليزداد الإنسان يعني حضر من الله سبحانه وتعالى مما حرم الله سبحانه وتعالى ويكف ومن الأشياء التي ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً أن الإنسان إذا كان صائم يبتعد عن الغضب يبتعد عن الرفث يبتعد عن الصخب يبتعد عن السب عن الغيبة والنميمة والكلام والإشاعات وإلى آخره وقول الزور والعم كل هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يبتعد عنها الإنسان في هذا الشهر لأن أمرها عظيم في هذا الشهر من السنن أن يتسحر الناس وهو لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في الصحور بركة الإنسان يتسحر وهو مثلاً من متصف الليل إلى الفجر ومن السنة أن يؤخر الإنسان لكن كل واحده غروف من السنة كذلك أن تعجل الفطر أن تفطر بعد تحقق الغروب وهذه قضية مهمة في قضية تحقق الغروب تحاول الغروب مش معناها أنه والله أنت عندك تليفون في جيبك وأذن خلص لا تحقق الغروب أنك أنت في مدينتك أو في قريتك أو حاجة من هذا النوع لأنه ممكن التليفون تكون ماشي على محل آخر يعني على جيهة ثانية ويأذن قبل الوقت بخمس دقائق أو عشر دقائق إلى آخره هذا ما يصح لا بد أن يتحقق الإنسان أنه غروب مثلا يكون في مسجد في المنطقة يكون تليفون مضبوط على المنطقة التي هو فيها إلى آخره وإذا أذن فيفتر لا يستنى لأنه في بعض الناس يستنى عشر دقائق أو ربع ساعة هذا ليس من السنة وبالتعجيل تعجيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يفتر على رطب التمر الماء إلى آخره أو ما وجد عند الإنسان من طعام يعني الماء التمري إلى آخره الموجود من السنن أصد دعاء في الأوقات بصفة عامة الدعاء هذا هو الدعاء العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن خاصة عند الفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند الفطره دعوة الله ترد فالإنسان قبل الإفطار قبل ما يفطر قبل ما يأذن وقال الله أكبر لو يأخذ له خمس دقائق ثلاث دقائق دقيقتين دقيقة دعاء واحد يدعي به هذا من الفطنة يعني يكون إنسان المؤمن من الكياسة والفطنة المؤمن كيس فطن يدعي له دعاء الله سبحانه وتعالى ودعو الله أنتم موقنون بالإجابة وخاصة في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم كان النبي صلى الله عليه وسلم عند فطرة يقول ذهب الضم وأبتلة العروق وثبت الأجر إن شاء الله هذا من الأدعية ويدعي الإنسان بما أوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل لكن يدعو بكل ما لديه من السنن أن الإنسان يكثر من النوافل والصلاة والصدقة والصلاة الرحم وإغاثة الملهوف وتفريج الكربات إلى آخر هذه قضايا مهمة جدا يعني الإنسان في هذا الشهر لأنه شهر نفحة من نفحات الله عز وجل فالإنسان يتعرض لهذه النفحات بكثرة الطاعات يعني يطيع الله سبحانه وتعالى لأن الناس تختلف في من من يستطيع الصدقة لأنه ذو مال في من من يستطيع تفريج الكربات والسعي في قضاء حوائج الناس إلى آخر اللي عنده ممكن عنده وقت وعنده جهد وعنده إلى آخر هذا يسعى في هذا كل واحد لازم في هذا الشهر الكريم يدرك مكمن قوته ويستغل هذه القوة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى فيها اللي أي واحد كل واحد اللي يقدر على الصلاة يصلي صلي عن قدر ما تستطيع خاصة في الليل والناس ونيام صلة الأرحام هذه من أهم الأشياء التي لابد أن ينتبه لها الإنسان في هذا الشهر الكريم هو شهر رمضان يعني صلة الأرحام من أهم الأشياء نحن العكس ممكن في شهر رمضان هذا الناس تبدأ تقاطر في بعضها بعض لما يدخل الشهر يبال له كل مشاكل الدنيا مع ابني عمه لإختار من الصدقة وبذل الخير إلى آخر هذا الكلام ذكرته ومن الأشياء التي ممكن مهمة جدا هو أداء زكاة الأموال في هذا الشهر يعني ممكن يرتب أموره بحيث أنه تكون زكاة أمواله تخرج في هذا الشهر الكريم فهذا في أجر عظيم قناعة القرآن يعني ممكن الإنسان ما يقراش القرآن في السنة إلا في هذا الشهر الكريم يحرص على أنه ولو يختم ختمة واحدة أو نص ختمة أو ربع ختمة المهم ما يتركش القرآن في أيام رمضان ولايالي رمضان كلها وما ينتظر بس للترويح الأخير يجب اللي بيقرأ العربية ويعرف يقرأ واللي ما يقرأ شروح يتدبر يعني اللي يقرأ العربية الجميع يقرأ العربية الجميع الآن يقرأ إما يسمع يا إما يقرأ يا إما يتدبر يا إما المهم يكون عنده علاقة مع كتاب الله عز وجل فيها الخير الكثير فيها الخير الكثير العسر الأواخر هذه يعني لا بد وهي أفضل الليالي السنة وفيها ليلة القدر الخير من ألف شهر فقضية مهمة جدا أنه يقتنم هذه الفرص الربانية والنفحات الربانية التي بعثها الله سبحانه وتعالى يعمل حالك أنت في بيزنس وفيه موسم تجارة فيه موسم تجارة اللي الربح فيه كثير فصحاب التجار يعرف هذه الكلامة لما يجي موسم من ربح والله العظيم لا يرقدوا لا في الليل ولا في النهار ولا يسكروا لا في الليل ولا في المحلة التي رمضان هذا هو هذا موسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى والتجارة هذه في الأعمال الخير وخاصة من الصلاة والقرآن والصدقة وشالة الرحمة الآخرين فيه قاعدة الناس اللي تسأل كثير عن هذه تفطر وهذه ما تفطر وهذه فيه قواعد أحفظوا هذه القواعد والله ما تحتاج تسأل حدا القاعدة فيه المفترات هي كل داخل إلى الجسم من منفذ طبيعي إلى المعدة منفذ طبيعي يعني المعدة عندها منفذ للدخول ومنفذ للخروج هذه المنفذين كل داخل إلى الجسم من منفذ طبيعي إلى المعدة أفسد الصوم كان مغذياً أو غير مغذي حطيت ورقة حطيتها في فمك ورقة مذغتها وأكورقة ورقة ومذغتها ووصلت الحلقوم وراحت أفسدت الصيام كل داخل إلى الجسم من منفذ طبيعي إلى المعدة أفسد الصيام كل مغذن داخل إلى الجسم يفسد الصوم ولو لم يكن من مفاد طبيعي أي حاجة فيها تغذية أي حاجة فيها تغذية لو مثلا تشمها وفيها غذاء تغذيك هذه تفطر أي حاجة فيها تغذية من أي جهة دخلت إلى الجسم فهي مفطرة أو تفسد الصوم وغير المغذي إذا دخل الجسم من منافذ غير الأكل والشرب مثلا الناس تسأل عن الكوفيد فاكسين هذا الفاكسين تبع الكوفيد هذا في رمضان الكوفيد فاكسين سيعمل الإبرة هذه بس لا مغذي وأنا ميحزن هذا لا يفطر وغيره أما إذا خلت مثلا البيلز الحبة حبة الدواء أخذتها لأنها من منفذ طبيعي هذه تفسد الصوم الحبة البيلز من منفذ طبيعي من الفم تفسد الصوم ماشي الإبرة اللي ما فيهاش تغذية ما تفسد الصوم لأنه هذا دواء هذا دواء لكن هذا بفطر وهذا ما يفطرش وهذه القاعدة الذي لا بد ما يباحه للصيام اللي الصائم يباحه للصائم السواك ولو أنه يعني في عند الشافعية يجوز قبل الزوال هذا في رأيي لكن الحقيقة أنه السواك يجوز في كل وقت ما فيها إشكال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل السواك في نهار رمضان نية الصوم وهو جنوب مثلا واحد كان جنوب وعنده نية الصوم وما اغتسل إلا بعد ما أذن الفجر ما عليه شيء بيأذن ما عليه شيء يعني النية قبل لله حتى والإنسان جنوب ما عنده مشكلة إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر واجب عليها نية الصوم قبل واجب عليها نية الصوم وأن لم تغتسل يعني لسه ما هيش طهرة لكن عليها تنوي الصيام وتغتسل بعد الفجر لأن الفجر وقته ممكن يمتد حتى إلى الشروق حسب الظروف الناس لكن الصيام صحيح الإنسان مثلا ينغمس في الماء ولنزل الماء يبرد حاله يتبرد إلى خيره ما في مشكلة القطرة القطرة هذه قطرة العين وقطرة الأذن هذه قطرة العين وهذه إذا وجد الطعم تبح في الحلق إذا ما وجد الطعم في الحلق ما فيه إشكال لا تفسد الصوم لكن إذا وجد طعمها في الحلق فيه من قال أنها تفسد الحنابلة والملكية يقولوا هنا تفسد والأحناف وبن تيمية أنها لا تفسد وبالمناسبة أنا في هذه القضايا لما اتطرق للقضايا الفقهية لابد أن الإنسان هذا درس علمي أنا بطرح الأراء وبطرح كذا لكن إذا كان عندك مشكلة أو تريد أو سمعت مني ما يخالف ما سمعته من شيخك في بلدك أو إمامك لا روح لشيخك روح لإمامك روح لإمام المسجد تسأله روح لإمامك هو إمام مسجدك إذا كنا في الغرب وفقه البلد اللي أنت فيها إذا كنت مع المالكية أنت مالكي إذا حنافي مع الحنافة حناف ما تروح للفيديوهات لليوتيوب وتطلعها وتبدأت تخلط في حالك لا خليك على ما أنت عليه واسأل أهل بلدك وأهل العلم في بلدك من تثقوا في دينهم وعلمهم واسألهم ومشي عليهم ما تخلط حالك بكل هذه الفضائيات وهذه اليوتيوبات إلى آخره المضمضة والاستنشاق ما فيها شيء لأنه هاتف الوضوء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما يعني الاستنشاق والمضمضة السنة فيه تبلغ إلا أن يكون الإنسان صائم فليكون حذر لأنه ما يروح شوية مية للحلق إلا إذا راح غصبا عنك ما عندك مشكلات جميع الإنشاق الذي يمكن الاحتراز من الغبار الطريق الريق هذه ما تفتر ولا تفسد الصيام مرأة أو تذوق الطعام مرأة أو رجل يذوق الطعام على اللسان دون أن يوصل إلى الحلق أو إلى هذا ما لا يفسد الله شم الطيب والعطور ما بيفسد الله حتى البخور بس شرط أنك ما تستنشق بحيث أنه يفوت لهذا لا غسل الأسنان بالفرش الأسنان مع الاحتراز من ابتلاع المعجون هذا لا يفتر قلع الضرس يعني واحد بده يكلع ضرسه في رمضان في رمضان ودوات الأسنان والجروح لآخرية ما تفتر هذه يعني هذه بالنسبة لي مثلا استباحة استباحة ما فيها إشكال بس فيها نوعان من الناس في نوع واحد يسبح ماهر ويسبح ويعلم أنه لن يصل الماء إلى جو فيه ما بيشربش ما يشربش الماء ما يدخلش الماء هذا ما عاره شي أما واحد ما بيعرفش يعوم واللي يعوم قليل في العوم وقليل في السباحة إلى آخره ويعرف أنه لو دخل على المسبح سوف يغرق فيه ويشرب مش يشرب يروى فيه هذا لا يجزله يقول الفقهاء لو عرف من عادته أن يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ولو يمكنه التحرز عن ذلك حر ما عليه الإنغماس يعني دخل وعاره روح أنه لو دخل في الماء سيجرب هذا حرم عليه هذا يبسد ويقضي أما الذي ماهر بالسباحة ويعرف حاله أنه يدخل ويخرج هذا ما عليه لا حرج عليه مبطلات الصوم بالصيام مبطلات الصيام سيدي الكريم هي أنواع فيما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة وهو الجماع في نهار رمضان الجماع في نهار رمضان يطب الكفارة والكفارة هي على الترتيب التالي عتق الرقبة صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكين إذا قدر عتق الرقبة يعتق رقبة إذا ما قدر صيام شهرين متتابعين إذا ما قدر إطعام ستين مسكين على كل يوم والكفارة واجبة على الرجل والمرأة في حال الرهب والاختيار إذا كان المرأة والرجل في حدهم في اثنيناتهم يعني ارتكبوا هذا المحرم في شهر رمضان فعليهم القضاء والكفار الاثنين أما إذا كانت المرأة مكرهة أو مخترة لعذر يعني ممكن تكون مرضع ولا تكون حامل ولا إلى آخره فلا كفارة عليها عند العلماء النوع الثاني هو يبطل في الصوم ويوجب القضاء فقط الأول فيه القضاء والكفارة هذا يوجب القضاء أولها النية الفطر وإن لم يتناول مفترم إذا كان الإنسان نوى وقطع النية باعه في النهار رمضان قال خلاص في نيته أنه خلاص رعي يفطر هذا يفطر ويمسك هذا النهار راح يقضي القضاء هذا ما أنه وراح وما أفطر نوى أنه يقطع الفطر أنه يقطع الصيام نوى أنه يقطع الصيام وعقد العزم أنه يقطع الصيام هذا لكن ما أفطر ما دخل في جوه أجيه هذا يقضي اليوم لكنه يمسك عن بقية النهار هذا عند المالكية والحنابلة والشافعية أحنا فظننا عندما رأي آخر والله أعلم الأكل والشرب عمداً هذا فيه وعيد شديد وهذا قضاء اليوم وإلا أنه عند المالكية عليه الكفارة والقضاء في عندنا دليل على أنه عليه الكفارة والقضاء الذي يأكل ويشرب عمداً الذي أخطأ أو نسي فهذا يسيدي لا قضاء عليه فلا قضاء عليه المخطئ والناسي والمكره لا قضاء عليه هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسيه وهو صائم فأكل أو شريف اليوتين فإنما أطعمه الله وسقاه إلى أنه فيه رأي أظن عند المالكية أنه لا يقضي اليوم القيء عمداً القيء عمداً هذا يفتر ويوجب القضاء أما إذا غلبه القيء فلا قضاء عليه إذا كان غلب مش متعمد هذا لا شيء عليه الحيض والنفاس ولو كان في آخر لحظة قبل الغروب فهذا يوجب القضاء تكلمنا عن هذه حقنا الإبر المغذية تناول ما لا يغذي من المنفذ المعتاد إلى الجوف هذا يفتر الحجامة الحجامة عند الحنابلة فقط أنها تفتر غيرهم لا تفتر الإنسان إذا كان مثلاً أفطر لينقذ غريق ولا حاجة هذا حتى هو عليه أن يقضي اليوم مثلاً شاهد واحد بيغرقه وراح أنقذه لكن شرب حتى ارتوى هذا يقضي اليوم الرخص في الإفطار من يجوز لهم الفطر وتجب عليهم الفدية دون القضاء الشيخ الكبير الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذي لا يقدرون يوعد عنده 90 عام هو ليس محدد بالسن في الحقيقة وإنما بالقدرة والطاقة ولو أنا شفت بعض الكبار صعب أنه يتقبل هذا